قصص كثيرة لم تروى بعد عن لحظات خوف ورعب عاشها أهل بيروت وتحديداً الأحياء الأقرب إلى المرفأ لحظة الانفجار أربعون ساعة بقي جثمان الشهيدة السيدة كلادات سعاد تحت الركام بالقرب من منزلها الذي لم يبقى منه شيء سوى ذكريات جيرانها عاشوا اللحظات نفسها حيث يحاولون بعد مرور 13 يوماً على الكارثة ترتيب ما يمكنهم بالتعاون مع الجمعيات التي حضرت لمساعدتهم مناشدتهم الوحيدة توفير الحد الأدنى من الأمان لمنى الصرقات التي تحصل بشكل متكرر في أحياء المدوار أنا فلت منه صراحة مصاب أنا ومرتي وبنتي يعني واحد رايح بيته رايح الدنيا كلها فوق الدكة ينسرق أنا ثلاث مرات بيتي مسروق ثلاث مرات اللي شايفهم بعيني air condition ترمبات مي جرد غاز دهب ما شلنا شي ملقناهم مفروض يكونوا يمكن تحت الردم ويمكن مسروقين بلدية صراحة بعتهم هندسين تشوفوا إذا العمرات في شي بيخوف يوقع ولا لا هذا اللي كان همهم أكتر من هيك صراحة ما كان في شي هلأ ما أحترام لك اللي عانم بيش بطة اللي عانم تسروا البيوت صاروا اللي عم بيجيبوا أعاشات عم بيسرقوها يعني هاي دي بعد أدرب وأدرب وبعد في عانم بس أقول الحزب ده ما تجي تساعدنا عم بتجي تشحط ع ظهرنا لا كمان تشحط لكن لو حتى أحكيها ضمريا في جمعية فرحة العطاء ما تركتنا من ثاني نهار يعني صحيح هلأ عم بيشتغل أنا لوحدة أنه شارب بس أخذوا بريك وراجعين ما تركونا ولا لحظة وفرح العطاء أخذ عاتقها ترمم البيوت بس مثل ما شفت انت فت شفت اوكي راح البيت طب العفش الدوات المنزلية كل هذول الأخبار كلاهتنا نعرف شو هي الأسعار كلاهتنا نعرف قديش العالم راح تموت تحت يعني لتقدر تجيب شغلة منها النكبة هي نفسها في المكاتب والمنشآت التجارية في حي لمدور كذلك في المنشآت السياحية هذا الفندق نجى نزلائه وموظفوه بأعجوبة والأهم الحفاظ على ما تبقى منه من الصرقة أوتال يونيت فور ليفين نحن ما في غراد باقي إلا البطون بس يعني كارسي من الكوارس والسرقات دائرة عبو جانب ما خلوا غراد ما خلوا شيء طلعي على الأوتال ثوري وشوفي يعني كوارس كوارس حالة ما أطلب أنه الأمن الأهم شيء الأمن هنا بالمنطقة وكلهم غرب الغريب قبل يعني المدارر رايح بيته رايح رزقه رايح غراده عم يروح يقعد بشبال وكل واحد بمحل بديره وهن بيجوا بيأخده بيسرقه بفله ما حد يبقلوا ما يكون لا شيء يبلسم جراح أهالي بيروت التي ما زالت تنزف سوى معرفة الحقيقة كاملة ومحاكمت كل من تسبب بإهمال لتصبح عاصمة لبنان منكوبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر